ذهب نبي الله موسى للقاء ربه عند النار المقدسة وعندما عاد وجد قومه يعبدون عجلا من ذهب قد تحول إلى عجل حقيقي الفراعنة ملوك مصر القديمة عبد العجل وأسموه أبيس وأنشأه أكبر وأخطر وأغرب نفق في العالم ويحتوي على صناديق هي عجب العجاب حيرت كل علماء العالم هي توابيت السربيوم التي صممت لعباد العجل المقدس عند القدماء المصريين أبيس ليس هذا فقط بل إن شعار العجل المقدس يستخدم في عصرنا الحالي في أشهر المركات العالمية وما قصة البقرة الحمراء التي ينتظرها بانو إسرائيل وما قصة هذا العجل المقدس ولماذا العجل بالذات؟ في هذه الحلقة الشيقة والمسيرة سنكشف لكم بإذن الله عن أحد أخطر أسرار الفراعنة والحضارة المصرية القديمة بل وما زال أحد أخطر أسرار عصرنا الحالي اتركوا كل ما في أيديكم واحذروا أن تفاتكم لحظة واحدة من هذا الفيديو هيا نبدأ سلاس حوادث كبرى مختلفة في كل شيء في التاريخ وفي الأشخاص وفي الأسباب وفي كل شيء ولكنهم تفقوا على شيء واحد فقط العجل أو الصور المقدس فما هي قصة هذا الصور؟ الحدث الأول حدث في أقوى عصور ما يسمى الحضارة المصرية الفراعنية ذات يوم ذهب نبي الله موسى عليه السلام للقاء ربه عند الجبل المقدس في سيناء وذلك ليتلقى منه الألواح المكتوب فيها الطورة وهو هناك قال له رب العزة وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولاء على أسري وعجلت إليك ربي لطردة قال فإن قد فتن قومك من بعدك وأضلهم السامري وقال تعالى فرجع موسى إلى قومه الغضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسى أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا عاد نبي الله موسى إلى قومه فوجدهم يعبدون عجلا عجلا من زهب كانوا يحملونه معهم سرقوه من قوم فرعون وبعد أن زهب نبي الله موسى للقاء ربه قام السامري والذي يعتقد الكثير من علماء التفسير أنه هو المسيح الدجال وذلك لأسباب كبيرة كثيرة ذكرناها في فيديوهات سابقة وسنذكرها أيضا في فيديوهات لاحقة قام هذا الرجل المسمى السامري بتجميع هذا الزهب وألقاه في النار وكانت المعجزة الكبرى أنه استطاع تحويله من عجل من الزهب إلى عجل حي هذا العجل الحي الذي قال لهم السامري أنه إله موسى مما جعلهم يعبدونه من دون الله السؤال المهم لماذا اخترى السامري شكل العجل اللي يعبدوه هؤلاء القوم وهو يعلم أنهم مؤمنين وموحدين بالله بالتأكيد سابقة يعلم السامري أن هؤلاء القوم سيتقبلون عبادة العجل دون عن أي مخلوق آخر لذلك صنعهم العجل لمعرفته يقرينا أن هذا الشكل أو هذا الجسم أو هذا الحيوان هو الأقرب في اعتقاد هؤلاء القوم أن يكون إله لم يحتاج السامري الكثير من الكلام والكثير من الوقت لإقناع هؤلاء المؤمنين الموحدين بالله ورغم أنهم آمنوا عياد نبي من أنبياء الله على مر التاريخ وهو نبي الله موسى عليه السلام ورغم أنهم كانوا صفة الله في من عباده في هذا القوم إلا أنهم بمنتهى البساطة عبدوا العجل كان قرار زكيا من السامري اختيار العجل خصيصا ليحوله إلى جسد حي لإقناع هؤلاء المؤمنين الموحدين بالله ليتركوا عباد الله ويعبدوا هذا العجل الزهبي السؤال الثاني في نفس الفترة الزمنية وفي نفس القوم لماذا اختار الله عز وجل البقرة تحديدا في قصة بقرة بني إسرائيل الشهيرة لتزبح حيث كان هناك رجل من بني إسرائيل وكان غنيا ولم يكن له ولد وكان له قريب ويرسة فقتله لييرسة ثم ألقاه على مفترق الطريق وآتى موسى فقال له إن قريبي قتل وآتى إلي أمر عظيم وإني لا أجد أحدا يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله قال فنادى موسى في الناس أنشد الله من كان عنده من هذا علم إلا بيانه لنا فلم يكن عندهم علمه فأقبل القاتل على موسى فقال أنت نبي الله فاسأل لنا ربك أن يبين لنا فسأل ربه فأوحى الله إليه إن الله يأمركم أن تسبحوا بقرة فعجبوا وقالوا أتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال دعنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد يعني لا هرم ولا بكر يعني ولا صغيرة عوان بين ذلك أي نصف بين البكر والهرمة قال دعنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها أي صافية لونها تصر النظرين أي تعجب النظرين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرات لا زلول أي لمنزلها العمل تسير الأرض يعني ليست بزلول فتسير الأرض ولا تسكي الحرص أي ولا تعمل في الحرص مسلمة يعني مسلمة من العيوب يعني مسلمة من العيوب لا شيئة فيها إلا بياضة فيها قالوا الآن جئت بالحق فزبحوها وما كادوا يفعلون قال ولو أن القوم حين أمروا أن يزبحوا البقرة استعرضوا بقرات من البقر فزبحوها لكانت إياها ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم ولولا أن القوم استثنوا فقالوا وإن إن شاء الله لمهتدون لما هدوا إليها أبدا ثم إنهم لم يجدوا البقرة التي نعتت لهم إلا عند عجوز عندها يتامة وهي القيمة عليهم فلما علمت أنهم لا يصلح لهم غيرها ضعفت عليهم السمن فأتوا موسى عليه السلام فأغبروه أنهم لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانا وأنها سألتهم أضعاف سمنها فقال لهم موسى عليه السلام إن الله قد كان خفف عليكم فشددتم على أنفسكم فأعطوها رضاها وحكمها ففعلوا واشتروها فزبحوها فأمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا عزما منها فيضربوا به القتيل ففعلوا فرجعت إليه روحه فسمي لهم قاتلة ثم عاد ميتا كما كان فأخذوا قاتلة وهو الذي كان أتى موسى فشكى إليه فقتله الله على سوء عمله بعد هذه القصة الشهيرة نسأل السؤال المهم لماذا اختار الله البقرة تحديدا لهذا الأمر لماذا لم يختار أي حيوان آخر وكان سيؤدي نفس الغرض السؤال الثالث وهو مرتبط أيضا بنفس الفترة الزمنية ونفس القوم ولكنه ممتد حتى زمننا الحاضر كيف لقوم مثل بني إسرائيل عانوا مرتين من ذلك الحيوان وهو البقرة وحدثت لهم الأهوال بسببها ففي المرة الأولى عقبهم الله سبحانه وتعالى أن يقتلوا أنفسهم ليطهرهم من عابتهم للعجل قال الله تعالى وإس قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم فيقول علماء التفسير أنه وبعد نزول تلك الآية الكريمة على نبي الله موسى نزلت ظلمة عظيمة على بني إسرائيل وحدثت مقتلة عظيمة كتل فيها ما يقار بالسبعين ألف من بني إسرائيل وفي المرة الثانية عقب بني إسرائيل بدفع سمن البقرة وزنها ذهبا بسبب تعنتهم من المفروض بعد هذين الحدثين الكبيرين تكون البقرة والعجل أبغض الكائنات الحية عند بني إسرائيل لكن ما حدث هو العكس فالبقرة عندهم هي رمز الخلاص وهي نبوءة البقرة الحمراء ونهاية العالم ففي تحقيق الزعي لراديو عالم اليوم تحت عنوان خطة اليهود الأرزو سيكس لإعادة بناء الهيكل المقدس أعلن السهيونيون الأصليون ولادة البقرة الحمراء وبالتالي حان الوقت لبناء الهيكل الثالث ولقد ولتت أول بقرة حمراء منذ ألفين عام وبالطبع نعلم أن الهيكل الأول بناه الملك سليمان ثم هدم أيام الغزو البابلي ثم قام ببناء الهيكل ثانية وهدم منذ ما يقرب من ألفين عام في عام سبعين ميلادية على يد الرومان تحت حكم الإمبراطول في سباسيان الذي ضمر مدينة أرشليم وهيكلها لثاني مرة ومن يومها والربانيون اليهود وصلون إلى الله لأعادة بناء الهيكل وفي القرن الثمنتاشر حدد الربانيون بداية بناء الهيكل في مارس 2010 حيث لم يبن ثالثة حتى اليوم يقول لذين يتبنون هذا الفكر أن الكتاب المقدس يعلن أن هناك علامات لنهاية العالم من أهمها ولادة البقرة الحمراء وقد ولدت البقرة وقد أعلن معهد الهيكل اليهودي بأرشليم هي ولادة البقرة الحمراء وقام بتصورها ووضعها على اليوتيوب معلية الاستعداد لحرب هير مقدون والكلمة من مقطعين هير وتعني جبل ومقدون اسم الجبل والموقع في مكان قربة سوريا والأردن في منطقة تدعى مرج بن عامر وفيها بحسب الفكر الأصولي تقوم حرب بين العالم كله من ناحية ومن إسرائيل من ناحية أخرى تنهزم فيها إسرائيل في البداية لكن الله يتدخن لصالح إسرائيل بالقوة الطبيعية الزلازل والأمطار والرعود وغيرها فتنتصر إسرائيل ثم تقوم ببناء الهيكل والخطوة الأولى المطلوبة الآن هو أنهم سوف يعتبرون إن كان إحمرار البقرة أصيلا أم لا ذلك لأن عجلة البقرة الحمراء هي التي ستؤكد صحة وعد العهد القديم كعلامة لزهور المسيح اليهودي وبالتالي بناء الهيكل المقدس إذن البقرة ليست حيوانا عاديا عند هؤلاء القوم والذين يحكمون العالم في أيامنا الحالية ولكن الغريب والعجيب أنهم ليسوا الوحيدين الذين أعطوا هذا الحيوان تلك القدسية الكبيرة فلقد أعطاها ملوك الفراعنة نفس القدسية ويمكن بشكل أكبر فقد عبد المصريون الكدماء العجل المقدس أبيس وشيدوا له أعظم مقبرة في التاريخ مقبرة سيرابيوم العجيبة السيرابيوم ارتبط بناءه بقصة المعبود الفراعون القديم المقدس السور أبيس فقد كانت السيران أحد أهم المعبودات الحيوية التي انتشرت عبادتها طوال تاريخ الحضارة المصرية القديمة بل أمتدت عطا عصر ملوك البطاليمة الذين ورسوا حكم مصر عقب موت الإسكندر الأكبر والسور أبيس أحد أشهر السيران الذي قدسها المصريون الكدماء وكان يتم عبادته في مدينة منف عاصمة مصر والتي تقع حاليا في قرية ميت رهينة بمحافظة الجيزة وقد أكامل فراعان السيرابيوم لكي يكون مدفن السور المقدس أبيس لقد عبد السور أبيس في معابد عرفة باسم السيرابيوم وهناك معبدين باسم السيرابيوم الأول تم بناءه في العاصر البطلمي في عاصمتهم الإسكندرية والثاني يعود تاريخ بناءه للعاصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة وقد اندصر بفعل حركة الصحراء الغريبة ولما تبقى منه غير المقابر التي احتوت على مميوات السور أبيس وإليك الحكاية الصور أبيس اختيار القدماء المصريين للصور أبيس من بين السيران كان يتم رفق معتقدهم ورؤى محددة بأنه الصور الذي يكون وحيد أمه وأن هناك وميد أو بارك ينزل من السماء على إحدى البقرات فتلت الصور المقدس على جبهته علامة مربعة بيضاء يكون زيلو خليط ما بين الشعر الأبيض والأسرد وعلى لسانه رسم الجعران المقدس الذي يرمز لإله الشمس رعا وعلى ظهر يوجد رسم للنسر وإذا تغفرت تلك الشروط يصبح الصور هو معبودهم المقدس أبيس وكان يحتفل المصريون القدماء وفقا لمعتقدهم حينها كل عام بعيد ميلاد الصور أبيس لمدة سبعة أيام وبعد موته تلبس النساء سياب الحداد ولا يدخل أفراهون شيئا غير الماء والخضار ويتم إعلان الصيام في مصر لمدة سبعين يوما حتى يدم دفنه داخل المعبد فقد نال أبيس شهرة لم تنلها الكثير من المعبودات فهو روح الإله بتاح الإله الرئيسي لمدينة منف كما اعتبر أحد رسل الإله أزريس إله العالم الآخر الذي كان يرسلها إلى من العالم الآخر إلى الناس لكي يبلغوهم بالموت ولهذا السبب اعتبر أيضا كروح الإله أزريس وفي عاصر ملوك البطالمة أصبح أبيس المعبود الرسمي لمصر ووبد تحت اسم سيرابيس وهو الاسم الذي اشتقى منه اسم السيرابيوم اكتشاف السيرابيوم أهمية الصور المقدس عند القدماء المصريين والبطالمة أخلافت حيرة عند عالم الأصار الفرنسي أوجيست ماريت وعند اكتشاف مدفده الذي وردت سيرته في كتابات الرحالة والمؤخرين القدماء فقد حضر ماريت إلى مصر في عام 1880 ميلاديا بالتكليف من الحكومة الفرنسية لتجميع وشراء مخطوطات كبطية قديمة ليتم عرضها ضمن مجموعة المخطوطات بمتحف اللوفر في باريس لكن شغف ماريت بالحضارة المصرية الكبيرة أكبر من المهمة المكلف بها فقد ذكر في كتابه عن قصة اكتشافه السيرابيوم ذات يوم صعدته إلى قلعة صلاح الدين وأخصت أتأمل الصحراء المصرية وأهرامات الكيزة فبدل إلى ذهن ما كتبه الرحالة والمؤخرين القدماء مثل استرابو عن بعبد عند الهرم المدرج سفما ادخله بتماثيل أبو الهول المصنوعة من الزهب وقرس لعبات الصور المقدس أبيس ولكن هذا المعبد اختفى لقد ابتلعته الصحراء الغربية في هذه اللحظات تغفظه الماريت في الوصول إلى ذلك السيرابيوم عن مهمته الأساسية فنذكر ماريت أنه استأجر سلاس حمير لتحمله وتحمل حقائبه بصحبة عدد من العمال للكشف عن هذا المكان الأسطوري وعقب عام من التنقيب في 1851 ميلاديا تمكن ماريت من الوصول إلى مدخل السيرابيوم واكتشاف العالم الفرنسي أوجست ماريت السيرابيوم الذي حير العلماء بوصفه وأسطورة الصر المرتبطة به حدث جلل لا يقل عن اكتشاف مجبرة ملك الملوك توت عن خأمون لكن العصور على المعبد لم يكن وحده هو الغنيمة الكبرى لكن محاولة فيهم كيفية بناء ممراته واكتشاف توابيته هي التي ما زالت تحير علماء المصريين الغاز السيرابيوم فعند اكتشاف أوجست ماريت مدغل السيرابيوم وجد أن الموقع عبارة عن مجموعة من الممرات تحت مستوى سطح الأرض بنحو 10 أمطار فالمدخل الرئيسي عبارة عن ممرات طويلة ومستديرة محفورة في صخر الأرض كما اكتشف مجموعة من التوابيت الخشبية استخدمت لدفن السيران المقدسة وقد وجد أن جميع المميات بداخلها متحللة قد صور كما بها من حلية زهبية واحتوت الممرات على فتحات مشكوات عصر فيها ماريت على مجموعة من البردريات واللوحات التي تخص عبادة الصور أبيس في مصر والتقوص المقدسة المرتبطة به مثل ما هي الخصائص التي يجب توفرها في الصور حتى يصبح مقدس كذلك عصر على مجموعة من شواهد الكبر كتب عليها بعض من تاريخ السيران مثل متى ولدر وفراق الحياة لكن اكتشاف 24 تابوتا من الجرانيت والبازلت داخل المقابر هو أحد أكبر الغاز السيرابيوم حتى اليوم فالتابوت ضخم الحجم يزد نحو 70 طن ليصير فضول العلماء كيف دخلت هذه التوابيت ضخمة الحجم في ممرات ضيقة تحت الأرض وإجابة هذا السؤال لم تحسن حتى اليوم وقد وجد العالم الفرنسي أوجست ماريت أن جميع التوابيت الموجودة مفتوحة وخالية من مموريات العجول ليضع سؤاله هل هذه التوابيت تمت سرقتها أم أنها كانت بالأساس خوية إلا أنه قد وجد تابوتا وحيدا مغلقا وقد وضع أمله أن يكون هذا هو التابوت الوحيد الذي لم يتم نهبه وقد حاول فتحه بالاستعانة مع العمال حتى الطرق إلى استخدام الديناميد لينسف جزء من التابوت ووجد ممياء متحللة للصور أبيس وفي الصالة الوسطى قد وجد تابوتا من الخشب بداخله ممياء لشخص الجزء العلوي من التابوت محطم لكن المجموعة الجنائزية للممياء لم تمس وهي قناعة من الزهب ومجموعة من التمائم والقلائد الزهبية والحجرية وكلها تحمل اسم الأمير خاع أمواس ابن الملك رمسيس الثاني ويعتقد الأسريون أنها كانت أحد بقايا الصور أبيس شكلت في صورة أدمية وقد تم وضع عليها قناعة الأمير خاع أمواس كما عصر على مجموعة من التماثيل العلل لأبيس والأواني الكنوبية التي تضع مع الموتى ورفات لأبيس وهذا وفق ما ذكره العالم الفرنسي في كتابه الذي يعد المرجع الأساسي لقصة السيربيوم الغاز وأسرار السيربيوم لا توجد لها إجابات قاطعة وعلى رأسها كيف تم بناء هذا الموقع الذي يحتاج إلى معدات ضخمة للحفر في باطن الأرض وأين ذهبت مميات الصور المقدس إذا كان هذا مدفنه وكيف تم بناء هذه التوابيد وكيف تحملت إلى تحت الأرض وعدم وجود إجابات عن هذه الأسئلة جعلت السيربيوم أهم محطات الزائر إلى منطقة أرصار سكارة ماصر هل تعتقدون أن الأمر انتهى عند هذا الحد؟ وأصبحت أسطورة العجل جزءا من الماضي والحضرات القادمة إن كنت أعتقد زائر فأنت مخطئ سنلاحظ وجود استخدام رمز العجل دائما في كافة المجالات والتي يسيطر عليها الماسون في العالم كله في مجال الرياضة فرق كرة السلة في أمريكا تتخذه رمزا لها على سبيل المثال فريق شيكاجو بولز في مجال الأغذية والمشروبات أشهر مشروبات في العالم مشروب الطاقة الأمريكي ريد بول تتخذه شعارا لها في مجال الأدوية شركة نوفو نورديكس الشركة المتحكمة في صناعة الأدوية وخاصات طن أدوية الأنسولين تتخذه شعارا لها منتجات لافك أو كوريت للألبان والأجبان الشهيرة عالميا تتخذه شعارا لها حتى في مجال الخمور الأفضل لديهم شركة ريد هيفير ونري الآن قد تتساءل البعض لماذا كل الشركات تأخذ شكل العجل أو البقرة بلون أحمر ببساطة لأن نديهم نبوءة يعتقدون فيها وهي نبوءة البقرة الحمراء لديهم يزعم اليهود في معتقدتهم وهي بالطبع مقدسة عندهم أنه في اليوم الذي تظهر فيه البقرة الحمراء المقدسة يستطيعون بناء الهيكل وهدم المسجد الأكسة وبناء هيكلهم المزعوم وأن غالبية اليهود يعتقدون أن هذه البقرة هي الوحيدة التي من خلالها يستطيعون أن يدخلوا الهيكل لكن كيف؟ وذلك عن طريق أن تحرك البقرة الحمراء ويأخذ رمادها وتطهر به اليهود قبل دخول الهيكل وقبل سبع سنوات اكتشف اليهود هذه البقرة الحمراء وقاموا بأعداد المزبح المقدس لها وتم تدريب عدد من الحخاهمات على طريقة التطهير والزبح والحرك لبقراتهم بل إنهم قاموا بتصميم الهيكل الذي سيبنونه على أنقضاد المسجد الأكسة بعد تدميره ولكن ظهرت مشكلة عطلة هذه العملية إذ مع بلوغ البقرة تبين أن بها بقعة مائلة السواد في جلدها وهذا حسب معتقدتهم ينفي أن تكون هذه البقرة هي المقصودة إذ يجب أن تكون البقرة حمراء بالكامل ويعترف معظم اليهود أن الدخول إلى منطقة جبل الهيكل المسجد الأكسة يعد خطيئة كبرى بدون التطهير والذي سيتم عبر اكتشافهم البقرة الحمراء الذي ستعطيهم التصريح بالدخول إلى هذه المنطقة ومعظم اليهود الذين يعيشون في فلسطين يعتبرون أن الهيكل يعجل بقدوم ملك اليهود المنتظر ويرى اليهود أنه إذا تأكدوا من أن هذه البقرة هي فعلا البقرة الموجوة أنه يجب عليهم بهدم المسجد الأكسة لبناء الهيكل وتساعد الحكومة في التحضير لهذا اليوم وتهيئة العالم الإسلامي للقبول بأن يبنى هيكل اليهود هذا النص من طوراتهم ففي الإصحاح التاسع عشر من سفر العدد في العهد القديم يكلم رب موسى وهارون ويفرد الشريعة التالية كلم بني إسرائيل أن يأخذوا إليك بقرة حمراء صحيحة لا عيبة فيها ولا يعل عليها نير فتعطونها لإلى عرزار الكاهن فتخرج إلى خارج المحلة وتسبح قدامة ويأخذ العرزار الكاهن من دمها بإصبع وينضج من دمها إلى جهة وجه خيمة الاجتماع سبع مرات وتحرك البقرة أمام عينيه يحرك جدها ولحمها ودمها مع فرسها ويأخذ الكاهن خشب أرز وزوفة وكرمزة ويتحهن في وسط حريق البقرة الأمثلة السابقة كانت فقط نقطة في بحر كبير وهي على سبيل المثال لا الحاصل وللأسف الجميع ينظل الماسونية على أن فقط رموزها هي العين الواحد أو الهرم الماسوني ولكن الماسونية لها العديد من الرموز وكل رمز له دلالته أخيرا رمزية العجل لدى الماسون فقط لكي يتطح الأمور لحضراتكم الشعار هو الإله الفرعوني العجل أبيس نرى الشمس بينقرني العجل مع العلم أن هذا العجل أيضا هو العجل الذي صنعه السامري دي بني إسرائيل ليعبدوه ودمره رسول الله موسى عليه السلام النار السامري الذي صنع العجل ليعبدوه بني إسرائيل من الزهب المصرور ومن أثر جبريل قال تعالى لذلك بعضنا يعتقد أن أمريكا يطلق عليها بلاد العم سام ليس مجرد فكر عابر إنما ربط البعض بين السامري الذي بني العجل وبين اللقب الخاص بأمريكا ولعاها هزة تفسيرنا الشخصي لتشابه الماضي بالحاضر ولكن حتى إذا عودنا للواقع الحقيقية التي تم تسمية أمريكا بسببها ببلاد العم سام سنكتشف أنه في خلال حرب 1812 بين أمريكا وبريطانيا كان هناك رجل يدعم الجيش الأمريكي كان هناك رجل يدعم الجيش الأمريكي ويدعمه بالطعام ويكتب على غلاف الطعام يو إس نسبة إلى United States ولكن العامة يفسرونها أن إس يعني سام ويو يعني أركل أي العم سام ولكن ما الطعام الذي كان يقدمه هذا الرجل للكيش كدعم لهم كان يقدم لحوم الأبكار هل علمتم الآن لماذا عبد العجل قديما ولماذا يقدسونه حديثا هل عرفتم الآن لماذا طرون العجل شعارا على كثير من المنتجات العالمية إنه عجل السامري مسيح الضلالة على مر العصور لا تنسوا الاشتراك في القناة ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته حتى يصل لكل الناس ويستفيده فالدال على الخير كفاعله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر